شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما مكثفا على مواقع الحوثيين في مناطق دار الرئاسة وميدان السبعين بمحافظة صنعاء ما أدى إلى تكبيد الحوثيين خسائر فادحة بحسب ما أفد به مصدر عسكري لوسائل إعلام وأضاف المصدر أن القصف يعد تحولا استراتيجيا في المعركة مع الميليشيات التي لم تكن تتوقع وصول مدفعية الجيش الوطني إليها